السلام عليكم سنتقلم اليوم على البلاغ من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص جديد اتقاء في وليد الريقراقي الناخب الوطني هذا الأمر كان طبيعي و لم يكن مطروح ومفروض أنه لم يكن مطروح بالنسبة لوليد الريقراقي لغم أنه كان إخفاق مر وخروج صعب وانتكاسة لكرة القدم الوطنية في ظل المعطيات التي تعيشها ويعيشها المنتخب الوطني المغربي أولا رابع العالم القيمة السوقية اللاعبية القيمة الأندية التي مارسوا فيها اللاعبين مثل المنتخب الوطني المغربي دي الصين كذلك والأعمار دي المنتخب الوطني المغربي هذه كلها معطيات كم تخلينا أن نشوفه المنتخب الوطني المغربي على الأقل على الأقل في ظور الأربعة كذلك بالنصار دي المصار دي القرعة والمصار دي المنتخب في هذه النهائيات لكن قدر الله ما شاء فعل كان هناك أخطاء دي الوليد الريقراقي أعترف بها نحن انتقدنا أكيد ولكن أكدنا على أنه وليد الريقراقي البقاء دياله يجب أن يستمر بالنظر لأنه اللي كان سبقه حتى هم مخفقه إيرفيرونار 2017 استفد من كي نقوله فرصة وخاض 2019 ما ننجحش فإذا لو زيت شتى هو استفد من فرصة بعد إخفاق ديالو في كان الكاميرون فلم لا هذا ولد بلادنا العم مع المتخب الوطني المغربي يعطى لكورة شيء الكثير في الرحل المغاربة في 2022 فأكيد تعطاه فرصة لكن بشروط أنه كيف ما نقوله يصحح الأخطاء ديالو يعاود ترتيب الأوراق ديالو ويأكد على أنه قادر على أنه يستغلد الفرصة أحسن استغلال المثير في هذا البلاغ كذلك هو أنه كين إشارة قوية من الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم بخصوص كأس الأمم الإفريقية لخلق الجدل في 2025 توقيت ديالها في الصيف في الشتاء وشغة أجل 2027 المغرب أكد في البلاغ ديالت جديد اتقاف وليد رقراقي على أن المغرب سيصادف نسخة 2025 في الصيف هذه كانت جملة واضحة وكانت مقصودة من الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم الإعلان ديالتوقيت المنافسة على خلاف رئيس الاتحاد الإفريقي في أحد ندوات صحفية في كأس الأمم الإفريقية لأكد على أنه ما زال هناك أو ما زال ما تحددش توقيت ديال هذه النهائيات هذه خطوة مهمة للجامعة الملكية المغربية لكورة القدم خطوة مهمة للمملكة من أجل الضغط على أنها تكون في التوقيت ديالها اللي كان محدد سلفا واللي كان متفق عليه سابقا قبل ما ناخده هذه الاستضافة وحقوق تنظيم هذه النسخة هذه فأكيد الجامعة كتعمل بشكل جيد فبرافو لهم وبرافو على هذه الخطوة هذه ونأكد مرة أخرى أنه تجديد افتقاف وليد رقراقي فهو أمر عادي جدا بنظر كذلك الرزنامة اللي تابعانا ديال أحداث تصفية كأس العالم في 2016 كأس أمم إفريقية المقبلة في 2015 فكان أمر عادي ونتمنى ولي التوفيق إن شاء الله وتصحيح الأخطاء اللي كانت في كان كوديفور 2023 شكرا لكم